شادا يفهم لا غاديو كجيم أبدا دنيا ممثلة محترفة ودنيا ممثلة اللي عندها الوزن ديالها والتعقل ديالها ودنيا عندها القدرة على أنها دازت الحمد لله كذلك الفترة كانت صعبة أنا كان ندرع على الوقت لأنه يقدر يعطل لك التغناج أنتم معندكم ملزمين بواحد الوقت ملزمين برنامج وملزمين أيضا ولكن مع العلم بأنها هي أصرت على أساس أنها أيضا تدخل معنا لبلتو تصوير بطبيعة الحال حاولنا أننا نعطلوا واحد لأسبوع ماشي فقط أول لأنها خاصة ترتاح وتانيا لأنه الأجواء كانت غير ملائمة لتصوير في ذاك الوقت ولكن بالفعل أنها جات في الوقت المناسب واستطعت أنها تأقلم بسرعة واستطعت أنها تبدع في الضوء ديالها وبالفعل بأنها دنيا ماشي ممثلة اللي يمكن لواحد يعوضها بسهولة لأنها ممثلة محترفة وعندها أدوارها اللي كتلعبها وتبارك الله عليها قادرة بأنها وكانت واحد لإضافة نوع يعني نقول لك بشكل جيد جدا استطعت أنها تعطينا من الإبداع ديالها ومن الخيال ديالها وهي من الممثلات القلائل في الحقيقة اللي كيقدروا أنهم يتقنوا هذا النوع الكبير جدا والمهم ديالشخصيات وبواحد شكل سريع جدا وستطعت أنها تدوز حالتا صحية مأترتش لها دريس لي فالي أنا كان على مستوى الأنف ديالها ما لا بطبيعة الحال الحالة الصحية ديالها كانت بطبيعة الحال متدهورة لأننا ما تنسيش بأن الضربات في الأنف ديالها وكان كسر مزدواج والعين ديالها كانوا أيضا مأترين ولكن الحمد لله قلت لك ما قلت لك أنه استطعنا أولا لأنه عندنا فريق احترافي جدا في الماكياج كان حيهم بهذه المناسبة وكان حي جميع التقنيين اللي يشتغلوا معنا ولكن هي اجتزت هذه المرحلة وفجد خلنا التصوير كان هناك فعلا أهمها الوحيد وأنها تشتغل على الشخصية وتشتغل على السيد كوم وتشتغل مع الممثلين أصدقائها واستطعت أنها تدوز من هذه المرحلة والحمد لله أنا هادزتها وهذا شيء مهم جدا الحلقة اللي شفنا اليوم ما أدريس قبل الحديثة ولا من بعد الحديثة لم بعد الحديثة ما كانش باين تبارك الله لا ما كانش باين لأنه فعلا كان هناك فريق ديال الماكياج ومحترفين وعندنا احنا في المغرب يعني في الحقيقة في المجال التقني ومجال أيضا تعل الميك أب والغلوكين وذلك شيء عندنا ناس مهمين ومحترفين كنحيهم بالمناسبة احنا كن نحيوك وكنحيو دنيا بوتا الزوت الحمد لله على سلامتها الله يسلم وكانت قبيلة رائعة في اللعبة ديالها كما ديما وكانسلموا عليها وكانقول لها اللي يوفقها في المسيرة الفنية ديالها شكرا للم.